السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت شوية بريك بالجبنة. طحفة والعجينة ما شاء الله اكتر من ممتازة. ان شاء الله تعتمدوها وتعجبكم. اول حاجة عندي معلقة من الخميرة. حطيت عليها معلقتين من السكر وكوباية مية. وسبتها لما تتفعل مع بعضها. وحطيت تلت كوبايات من الدقيق. الابيض العادي. حطيت عليهم معلقة من الباكينج بودر. ومعلقتين كبار من اللبن البودر. والخميرة زي ما احنا شايفين كده اتفعلت. وحنزلها على دقيق. وبعد كده ربع كوباية من الزيت او السمنة. انا حطى الاتنين مع بعض. زيت على زبدة. ربع كوباية ونص كوباية من الزبادي او العلبة اللي هي الكبيرة. اخلطهم كلهم مع بعض كويس. ولما المكونات تتجانس كلها مع بعض. بنزلها على رخامة كرة الشاعة كويس بالدقيق. ولو لقيت العجينة اللي هي منلزقة قوي. فبحط بس على ايدي كده معلقة دقيق. عجينها كويس على الرخامة. مش اقل من عشر دقيق عشان تدينا نتيجة حلوة. او لو في عجين ممكن احنا نشتغل به. نعجينها كده كويس بنفس الطريقة. هتبقى عندنا العجينة حلوة قوي. نعمة وجميلة لا بتلزق ولا هي جامدة. احطها في بولة. وبدأ نوشها بالزيت. وبخطيها وبسيبها في مكان ده في ساعة ساعة ونص لغاية ما لقيها عالية خالص. بنشيل الغطة من عليها. وبنزلها على رخامة عشان نشتغل فيها على طول. تشايفين العجينة? كلها هوا من جوة وبتتحز كده بطريقة جميل قوي. هتشوفيها وهي نزل دلوقتي من البولة. شكلها حلوة جدا والعجينة مسبوطة ما شاء الله. والمقدار ده حلو. قوي تقدروا تعتمدوه. حفردها بقى على رخامة. نعمة خالزاً. حنفردها قويس. ممكن استخدم الشابة كمان عشان تساوي سطحها. وباي قطاع عندنا او كوباية حعملها دوير. طبعاً الاشكال دي بقى برحيطكم خالص. ممكن نعملها بقى مربعة مدورة زي ما انتو عايزين. نحن عملها كلها كلها مدورة كده. وحشيل الزوائد كلها. بعجينها بايدي تاني واسبها تختمر تاني. لغاية ما خلص الحبة اللي انا اطعطوهم دول. الحشوات طبعاً برضو على كفكو. انا حبطيت حت الجبن قديمة كده على حت الجبن قريش. بتدي طعم حلو قوي في العجينة دي. اقفلها زي ما كيانت بقفل القطايف. وبعد كده بادورها اخلي الفتحة كلها من تحت علشان الجبنة ما تطلعش من ناوي بتستوي. اقفلها كده بنفس الطريقة. وبعدين الفها لفتين كده بايديا. وخلي الفتحة من تحت. وعندي كمان يعني كل حشوة هحاول اديها شكل مختلف عشان تبقى معروفة. دي جبنة شيدر. متقى الطعم ربعات. هعملها على شكل وردة كده. واقفلها من الجناب زي ما احنا شايفين. واحطوا كلها روسوا في الصينية. ادهنها باللبن. لو حبينا تحطوا عليه حبة فانيليا ممكن. حبة لبن صغيرين خالص. ونخلي بنا عشان اللبن ما ينزلش في الصينية يحرقها من تحت. ورشة سمسم او حبة البركة زي ما انتم عاوزين اول اتنين مع بعض ما فيش اي مشكلة. وبسيبها قبل الفرن ربع ساعة قبل ما دخلها الفرن. وهعمل شكل كمان تاني من العجينة اللي انا آآ سبتها خمر التاني اهي. اخدت منها هعمل برضو دواير آآ كبيرة شوية دي هخليها كبيرة. اعملها بالعجوة. هلفها صوابع كده. وحطها فوق العجينة. هعملها دي شكل مختلف. بالسكينة كده هعمل فتحات في العجينة. زي ما احنا شايفين كده بنفس الطريقة. وبعد كده هروح لفها على الناحية التانية. علشان تباين الفتحات فيها كويس. هلفها بقى اقفلها من الناحيتين. اقفلهم على بعض. واتك عليها كويس عشان تأكد ان هي تقفلت كويس. وهحاول اخار لي برضو اللفة بتاعتها من تحت عشان ما تفتحش. هي ان شاء الله مش هتفتح معانا في السوة. بس برضو عشان نبقى ونتأكدين. والرصتها بقى فصلية. وحنسيبها برضو تختامر رابع ساعة قبل الفرن. وحن ندهنها باللبن وبالسمسم. نغبزها في فرن حوالي نصف ساعة لغاية اما تحمر بالشكل ده. ولما بتطلع بسيبها شوية وبغطيها. زي ما احنا شايفين طرية ازاي? جميلة جدا من جوة. وطعم العجينة حلو قوي. بصوا كمان بتاعت الجبنة. تحفى بصوا من جوة فضية. من جوة مهوية. حلوة جدا. وبتاعت العجوة كمان طلعت العزيزة قوي. دي ممكن نحلي بيها بقى مع قبات الشاي بلبن. بصراحة العجينة دي حلو قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا جربو. وبالفة هنوشيفها.